سجلت أسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي ارتفاعاً بنسبة تروحت بين 10 إلى 15% بسبب التطورات العالمية بحسب ما تحدث ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان ممثل القطاع قال في تصريح لرؤية أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعاً مفاجئاً منذ شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة وصلت 30% بسبب زيادة الطلب وارتفاع أجور النقل عالمياً إذ يتوقع استمرار الارتفاع حتى بداية موسم الزيوت في شهر آب المقبل وأكد أن مستوى الارتفاع محلياً يعود إلى توفر مخزون كاف من الزيوت يغطي احتياجات المملكة لمدة 6 أشهر فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن سنوياً و75% إنتاج من المصانع المحلية وعددها 9 مصانع